بعد الإدعاءات التي طالت شركة سونتراك حول ملف التوظيف ها هو وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب يفند كل هذه الإشاعات مثمناً بذلك المجهودات التي تقوم بها الشركة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي عرقاب نوها أيضاً إلى أن شركة سونتراك لديها برنامج خاص للتوظيف وانتقاء العمال مشيراً إلى أن مراقبة الأجور المطبقة من قبل شركات المناولة تتم من خلال وزارة التشغيل والضمان الاجتماعي سياسة التشغيل على مستوى شركة سونتراك تقوم على أساس الحاجة من خلال إطلاق عروض عمل لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل لولاي المعنية وذلك وفقاً لإحكام التنظيمية المعمول بها في هذا المجال وخاصة تلك المتضمنة في قانون 2003 بتاريخ مارس 2020 المعدل والمتمم لقانون 1904 بتاريخ 25 ديسمبر 2004 المتعلقة بتنصيب العمال والمراقبة الشغل فيما يخص الأجور المتبقة من طرف شركات المناولة وذكركم بأن مراقبة هذه المؤسسات هي حصرياً من صلاحيات وزارة العمل والشغل والضمان الاجتماعي فيما يتعلق بمساهمة شركة سونتراك ملف الطاقة له أولوية قصوى لدى السلطات الجزائرية خاصة وأنها تعاول على رفع إنتاج المواد الطاقوية وبالتالي الرفع من الصادرات فالصناعة البتروكيمياوية مستقبل الصناعات البترولية والغازية في الجزائر البتروكيمياوية هي مستقبل كذلك بالنسبة لصناعتنا البترولية والغازية في الجزائر مشاريع كبيرة ستنطلق في أرزيو وزكيكتا بالنسبة للمشاريع البتروكيمياوية لمسطرتها سونتراك وإن شاء الله مع انطلاقات هذه المشاريع ستلاحظوا طلبات كبيرة على التوظيف وكذلك سونتراك لديها برنامج سنوي لتوظيف بالنسبة لكل المؤسسات الموجودة في أرزيو كما أكد الوزير أن القطاع ماضي في الطريق الصحيح خاصة وأنه سيدعم بمشاريع كبيرة بقطبي الشمال الأكبر سكيكتا وأرزيو وهذا ما سيجسد كل تعليمات السلطات العليا